يعني أحمد حجازي من اللعيبة يعني يمكن وست برومتش يعني استغنى على اللعيبة كتير جدا محترفة لكن تمسك بشكل كبير جدا بأحمد حجازي اللي ليه صمعة طيبة جدا مع وست برومتش ومتمسكين بيه بشكل كبير جدا وهو عامل أداء أكتر من رائع مع وست برومتش هذا الموسم بالنسبة له وكان بداية صعبة بالنسبة له لأنه بدأ الموسم مصابا بعد العودة من بطولة أمم إفريقيا وخسر مكانه في بداية الدوري ثم تحسن الوضع على رغم من بعض الإحباط الذي أصابه وأيضا ظهرت بعض الإشاعات أنه سيترك وست بروم في الشهر يناير الماضي إلا أن وست بروم تمسك بيه بشكل كبير ثم حدث الإغلاق الثامن وإيقاف البطولات وكان قبل هذا الإيقاف يلعب بشكل طيب جدا ومع عودة نشاط كرة القدم أنه حصل على بطاقتين نصف رواي ووقف مباراة إلا أنه يؤدي بشكل طيب منذ عودة النشاط طيب هل العروض اللي دايما بنسمحها هنا لأحمد حجازي من على طول الأهل عايزة أحمد حجازي عنديه كتير عايزة طلبة أحمد حجازي عنديه في الخليج عايزة أحمد حجازي هل العروض دي بتوصل لك وكان بتبقى مصار كلام في الصحف والمواقع الإنجليزية؟ بالتأكيد أنا أعرف أن هناك نادي في السعودية كان مهتم بشكل كبير بحجازي في شهر يناير الماضي ولكن لم يقتربوا بشكل كبير من ويست برامتش ولم يقدموا العرض الذي يقبله ويست برامتش وبالتأكيد كان ويست برامتش متمسك تماما بحجازي ولا يريد أن يتخلى عنه لأنه لاعب هام جدا بالنسبة للفريق ربما مشاركته لم تكن ثابتة باستمرار في أثناء لعب ويست برامتش في الدورة الإنجليزية الممتازة لبريمير ليج ولكن هو من اللاعبين المهمين جدا لهذا النادي وأعتقد أنه مع صعود ويست برامتش إلى البريمير ليج بالتأكيد هذا النادي لن يتخلى عن هذا اللاعب لأنه أحد الأعمدة الأهمة ترجمة نانسي قنقر